الدوري الناشئين إذن الكل ينتظر صافرة مالك الجاسر حكم هذه المباراة الآن تأتي الصافرة وتنطلق المباراة بسم الله وأنطلق معكم محدثكم عبدالعزيز الزيد عبر قنوات السعودية الرياضية في نقل مباشر لأحداث الجولة الرابعة من الدوري السعودي للناشئين في محاولة تأتي من خلال الجهة اليسرى نصروية ولقطة أولى تأتي من خلال كرة تبعد إلى ركنية بسبب ربما توقيت المباراة لكن هذه المحاولة وتسديدة تبعد وصعوبة في التصدي لكن في النهاية تبعد الكرة على أفضل ما يمكن بالنسبة لمحسن زين والكرة تلعب الآن من خلال كرة داخل منطقة الجزاء في لقطة أولى وتهديد أيضا مرة أخرى لمرمى الهلال كرة تمرى المناطق الأمامية دائما البحث عن تركي الغميل لبناء الهجمات الهلائلية لكن حتى الآن الكرات لم تصل إلى تركي ولم يدخل حتى الآن الضيوف في المباراة وهذه لقطة وتسديدة وتصدي بصعوبة من عبدالله الغامدي لهذه اللقطة الخطيرة تهديد مباشر على مرمى الهلال من خلال الجهة اليمنى لسلطان العيسى لاعب عنده ثلاث أهداف أكثر ما سجل الفريق النصراوي بثلاث جولات الماضية من هذه المسابقة في الجولة الثانية لكن الآن الأمر مختلف واللقاء ديربي وعرضية تلعب على القيمة هذه المرة التصدي يأتي ودخول من حارس المرمى وخطأ يحتسب هذه المرة العارضة تدخلت بتمريرة طويلة تصل إلى لقطة الجهة اليسرى عند علي المهداوي علي المهداوي يدخل في العمق وتمريره في العمق في لقطة أولى لهلال لمحاولة الرد لكن الكرة تبعد بركنية تحتسب من خلال حكم المباراة مالك الجاسر أيضا قوي على الفريق المنافس لكن طبعا من الناحية السلبية يكون تأثيرا من الناحية السلبية على الفريق المنافس لكن هذه لقطة تمريرة من لمسة واحدة في تهديد أول ربما تكون من اللقطة الأولى لكن سقوط غريب سقوط غريب من محسن زين وبتمريرة كانت زينة جدا حقيقة زينة تمريرة لمحسن زين لكن زين تعامل معها بطريقة ما كانت جيدة وتأثر أيضا لعب صغير في العمر بدون أدنى شك في هذه المنطقة كان يتمنى بأن يستلم الكرة بدون أدنى شك بشكل جيد وأن يسدد لكن الخبرة ويتعلم الآن أفضل من أن تأتي الأخطاء في المستقبل يدخل اللاعب الهلال لأجواء المباراة من خلال الكرة الثابتة التي ترسل وتدخل ممتاز من حارس المرمى بلقطة كانت رائعة من محمد العنزي يتعرض من خلالها لإصابة باحتكاك كان مع مهاجمي الفريق الهلالي في القصر بستة القاب الشباب خمسة اتفاق اثنين حطين اثنين الفتح بلقب واحد لكن خلينا مع المحاولة التي تصل ربما لهدف لكنها تصل ضعيفة بعد تسديدة من أبكر خبراني تصل ضعيفة لحارس المرمى عبد الله الغامدي أبعد الكرة إلى رمية جانبية تنفذ الرمية الجانبية بشكل سريع تلعب من خلال لمسات سريعة قبل منطقة الجزاء دخول منطقة الجزاء لكن الكرة تطول وتنتهي إلى ضربة مرمى وسيكون أيضا في راحة أكثر للعبين لكن الآن تمريرها تصل في الجهة اليمنى بلقطة ممتازة عند تركي الغميل تركي الغميل داخل منطقة الجزاء سيطر على كرة تحولها كادت أن تصل بالخطأ كادت أن تصل بالخطأ في بداية غير جيدة غير متوازنة لكن بدأ يتزن بدأ يدخل أجواء المباراة عرضية تلعب على القائمة الثانية برأسية والأرواح الله ممتاز على القائمة الثانية ورأسية كانت متقنة نحو الشباك نحو الشباك النسروية بلقطة أولى وظهر من خلالها مواصفات مهاجم مواصفات ما شاء الله تبارك الله مواصفات رأس حربة يسجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عشر الهدف الأول يأتي لقطة بعد ذلك من محسن زين مرة أخرى لكن أمان يبعد الكرة من ببدأ الأمان إلى منتصف الميدان تصل ردة فعل منتظرة من صاحب الأرض والجمهور الفريق النسروي في الشباك من خلال رأسية رائعة من طلال الاعتبي هذا هو عالم كرة القدم وهذه لقطة داخل منطقة الجزاء وبطالبة بشيء من الفريق الهلالي لكن اللعب مستمر طيف المستضيف المدرجات اللي طبعا قليل الحضور فيها لكن في حضور أيضا من الجماهير المحبة المتابعة هذا اللي عادة للقطة هل كان فيه شيء أو لا أقرب للظهير الأيمن لفريق الهلالي محمد محيش محيش فقد كرة محيش سيطر على كرة لكنه سقط وصلت للفريق النسروي بلقطة أيضا أبعدت وعادت وتسديدة من الغامد في تهديد أيضا وفي ردة فعل في البحث عن هدف التعادل عواد أمان عواد أمان في محاولة في الجهة اليسرى مر بشكل ممتاز وعرضية أمان تصل لكنها أقرب لدفاعات الفريق الهلالي تعود من خلال نقلات قصيرة لبناء الهجمة الهلالية من خلال تمريرات هنا خطأ هنا خطأ وبطاقة وبطاقة تأتي وبطاقة صفراء تأتي في منتصف الشوط الأول من نصيب لاعب الفريق الهلالي اللعب رقم ثمانية طلال الشبيلي لكن الآن خطأ وكرة ثابتة تلعب بتسديده مباشرة وتدخل الله 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 لم يتأخر الرد في الديربي يأتي من خلاله هدف التعادل بعد تصرف ما كان ممتاز من عبد الله الغامدي حارس مرمى الفريق الهلالي وجد صعوبة هدف عن طريق عواد أمان الظهير الأيسر يرد على الظهير الأيسر في الفريق الهلالي ويسجل هدف التعادل بنفس الطريقة من كرة ثابتة مواصفات هجومية مواصفات يمتلكون قوة بدنية وهذه محاولة لاستغلال حالة مثالية لزيارة جديدة ومراوغة لكن الكرة بعد ذلك قطعت وانتهت بخطأ لمصلحة المدافع الهلالي في اللقطة الماضية هدف خاصة أن حارس المرمى هذه عرضية ومتابعة في كرة تصل لحارس مرمى الهلال عبد الله الغامدي لكن يجب إيقاف اللعب وهذه تسديدة لكن الآن محاولة في الجهة اليمنى وعرضية تلعب ورأسية والكرة تمر بسلام وتنتهي إلى ركنية لكن في الفكرة للسلام قطعت الكرة في مكان محرج للدفاع النصراوي وتمريره ولقطة هدف تضيح الله هدف ثاني جاء هذه المرة تركي الغميل يسجل هدف في كرة وجد نفسه أمام الشباك الفريق النصراوي في آخر ثانية من الشوط الأول بلا أي مقاومة جاء الهدف أمام تركي الغميل اللي ممكن أن هذه اللقطة تسعد هذا الواضح في الصورة الكابتن محمد شلهوب الكرواتي يعرف ذلك ويعرف تأثير نفسه الهدف على لاعبين تحت 17 سنة إذن جاءت الصافرة مع اللقطة الأخيرة إعلان نهاية شوط أول نهاية ممتازة بالنسبة للفريق الهلالي وإن نهاية غير جيدة بالنسبة للفريق النصراوي لكن متبقي شوط ثاني بأكمله لكي يقول نجوم الفريقين كلمتهم في أرضية الميدان كل مكان بسم الله انطلق الشوط الثاني في مواجهة النصر والهلال في الديربي المصغر من أحداث الجولة الرابعة حارس المرمى لكن خلينا مع المحاولة والتسديد للمسافة بعيدة لكن هذه المرة عبد الله الغامدي حارس مرمى الهلال يتصدى استنى في اللعب طبعا الهلال أصبح على اليمين بالألوان البيضاء والنصر على اليسار بالألوان الصفراء في شوط ثاني ولقطة أولى للفريق الهلالي والسقوط وضرب الجزاء تأتي ثلاث أهداف سجلها في الجولات الثالثة شوف كيف مر وكيف حصل على ضربة جزاء بقرار من حكم المباراة مالك الجاسر مع بداية الشوط الثاني ومع الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني من نقطة الجزاء تركي أمام محمد العنزي والهلال أمام فرصة للهدف الثالث وتركي يسجل الثالث ثلاثة للهلال من واحد واحد إلى ثلاثة واحد من نقطة الجزاء سجلت تركي الغميل يسجل الهدف الرابع له شخصيا رحمه الله إذن أصبحت النتيجة الآن ثلاثة واحد سعود هارون سيعوض الموزان سيعوض عبد الرحمن الموزان هذه التغييرات التي أجريت من جانب الفريق الهلالي وعادت الكرة بسباق قوائي وتسديدة في الشباق الجانبية عبد الله الخشلان سيكون بدلا بدلا عن عكش مساحات ستترك إن استغل الفريق الهلالي هذه المساحات بكل تأكيد يضيف الرابع وهذه واحدة وهذه واحدة ربما يكون خلالها الرابع لكن الدفاع يتدخل وتسديدة ضعيفة تأتي بعد ذلك من عبد العزيز الهدهود الأقطاء قليل جدا خاصة من جانب الفريق النسراوي لكن تدرجه الكرة وصول إلى المهداوي الجهة اليمنى تمريرة الرد للمهداوي السريع اللي يلعب عرضية ممتازة يا الله لكن اللمسة الأخيرة كانت تنقص هذه الهجمة لكي تكتمل يوسف الطحان أبعد الكرة ومرور ممتاز من سلطان العيسى سلطان العيسى يمرر في العمق في العمق سلطان وفرصة وسقوط وحالة تسلل عضلية شوف هذه اللقطة شوف هذه اللقطة والتمريرة والحكم انتظر حتى وصول المهاجم للكرة ثم اندفاع من جانب الفريق الهلال لمناطق الأمامية لكسب الثنائيات يكسبها الاعتابي ويستمر في انطلاقته الاعتابي بلقطة ممتازة عرضية والمزالات والله علي المهداوي بلقطة علي المهداوي ثلاث تغييرات أجريت وكل التغييرات الخمس كل الأسماء اللي في دكة الاحتياط للفريق النصراوي تم إدخالهم بعد أن أصبح الفريق أيضا ثلاثة أهداف كبير طلال الاعتابي وغادر أرضية الميدان الظاهير الأيسر المميز صاحب الهدف الأول من افتتح مسلسل الأهداف الديربي يغادر أرضية الميدان أيضا اللاعب رقم 23 ريان الغامدي يدخل إلى أرضية الميدان ويعوض تركي الغميل إلى العنزي فقد كرة العنزي إلى سعود وخطأ لمصلحة سعود السوفياني الحكم يعطي الإذن للتنفيذ وعواد على التنفيذ بالقدم اليسرى مرسلة ذكية اللاعب سلطان المطلق سلطان المطلق وتغيير لراكان الجمعان وضغطوا بشكل ممتاز على حامل الكرة وأيضا حتى الكرات الثابتة استغلوها يعني كل هذه الأمور جاءت في مصلحتهم هذه لقطة وخروج ممتاز من حارس مرمى الفريق الهلالي عبدالله الغامدي رمية جانبية ولقطة أخيرة من مبارك الدوسر لداخل منطقة الجزاء تلعب برأسية إبعد من هارون إلى المهداوي عادت عند عواد أمان عواد سيطر على كرة حول المرور لكن الضغط قوي جدا على عواد قطعت وتحولت إلى مرتدة فيها مساحات فيها انطلاقة فيها رغبة للخامس لكن الكرة أبعدت وانتهت كل الأمور وصافرت الكابتن مالك الجاسر تعلن نهاية هذا الديربي المصغر بفوز هلالي على جاري النصر هنا في معقل الفريق النصراوي بأربعة أهداف مقابل هدف واحدة ترجمة نانسي قنقر